عرفنا في الحلقة اللي فاتت إن العرسان وجه به الأسيوتي وليلة لسه بيتكلموا وليلة بتعترف لواجه به إزاي الفكرة اللي زاي الزفت دي جات لها وإنها كانت عاملة مقلب مش أكتر وجه به سرح في ملامحها وبراءة وشها ومرة واحدة ومن غير مقدمات حد ما عندوش بربع جنيه كرامة خبط الباب ودخل عليهم واللي ما عندوش كرامة ده كان للأسف الحجة وهنا أوجه به بسرعة شد اللحاف على ليلة لحد ما تغطت كلها ووقف وجري على الباب وحاول يشوشر على الحجة علشان ما تاخدش بالها من حاجة أهلاً أهلاً يا حجة حمد الله على السلامة أنت جيتي بسرعة ليه؟ أصدي يعني جيتي بدري ليه؟ أصدي يعني الشغل عامل إيه؟ الحجة رفعت حواجبها وضربت البوزي التمام وبصيت له من فوق لتحت وقالت الشغل كويس يا وجيه وبسلم عليك ما لك يا وجيه زي ما تكون عامل عاملة وخيفني أعرف عملت اي حاجة كفال للشر ده انا حتى كنت مصدع وناوى نام شوية تنام؟ آه أمال فين ليلة مش سمع لها صوت يعني آه ليلة؟ آه قصد الحاجة ليلة دي تعبانة وبتقول للضغط عالي علي نامت مسكينة صحبة مرض يا حاجة صحبة مرض طيب اعمل حسابك انك هتبات معايا في قط الليلة آه طبعا طبعا يا حاجة وهي دي برضو فيها كلام آه أنا كنت بقول يعني يمكن تزعل وتقولها بات في قط العروسة لا 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 يا حاجة عروسة ايه؟ دي غلبانة وصحبة مرض ربنا يتولها برحمته وخرجت الحاجة من القوضة ولسه ليلة تحت اللحيف وكتمة حتى النفس وبعد ما تأكدت ان الحاجة مشيت ووجيه كمان بص وراها وتأكد انها دخلت قضتها هقرب وكشف وش ليلة ولما شافها مرعوبة قعد يضحك عليها وكانت اول مرة ليلة تشوف ابتسامة وجيه بيه ليلة وقفت وبصت له وقالت يا لهوي انا كنت هموت نفسي كان هيتكتم يا وجيه بيه في ايه ده؟ اخيرا اخيرا شفت دحكتك من تغسل سنانك اهو امال ايه بقى يا راجل حرمنا من ابتسامتك ليه؟ وجيه بيه ركز شوية في كلامها وقال لها على فكرة انت دمك خفيف بس مش معنى كده انك تاخدي علي بلاش اسمع منك وجيه حاج كده خلاص خلاص ما تزعلش هبقى فقشلك عليها بالطير اهم مش فاهم لا بقولك ايه ما تركزش معايا المهم دلوقتي هتعمل ايه؟ هتقول لامك اللي حصل امي امي مين؟ الحاجة وجيه بيه انت نسيت ولا ايه؟ اه اه الحاجة لا لا ما تخفيش انا مش هقولي النهار ده يعني ايه مش هتقولي النهار ده؟ يعني معنى كده انك ممكن تقول لها بكرة؟ لا مش بكرة بكرة يعني بس لو كنت مطيعة ومقدبة ما تخفيش محدش هيعرف حاجة واياكي ثم اياكي حد من الخدم يشوفك بالشكل ده ولا يعرف عنك حاجة وخصوصا مبروكة حاكم مبروكة دي ولية بعضة مرها بربع جنيه صحيح يا وجيه بيه؟ يعني مش هتطلقني؟ اه لا طبعا اطلقك ليه؟ هو فيه راجل يطلق مراته عشان بتهزر؟ الراجل يطلق مراته لو عملت حاجة كده ولا عيازه بالله وحشة انما انت واحدة هابلة وكنت بتهزري معقولة يعني هتطلقك علشان بتهزري ليلى سعيدة بكلامه ومبهورة بشخصيته وبتقول في بالها يا لهوة على الرجولة امال قدامي الحاجة بيبقى عامل زي الكاتكوت المبلول ليه؟ وعد النهار وليلى فقضتها وقفلة الباب المفتاح وخايفة من الحاجة وخايفة ان اي حد من الخدم يشوفها او يعرف عنها حاجة وبالليل خرجت ليلى ولقيت الحاجة قادة في الصالة ومعيها مبروكة وطبعا ليلى عايشة دور الحاجة ليلى وقعدة على الكرسي المتحرك وعملة ميكيج الست العجوزة لو قالت لها مساء الخير يا طانت الحاجة سمعت كلمة طانت ونزلت عليها زي السعقة وردت وقالت من دي اللي طانت يا حلوة ده انت اكبر مني مش حاسة بنفسك ولا ايه ده انت دفعي طم يا بت ليلى سمعت ردها وافتكرت نفسها بسرعة وقالت اه طبعا بس مش هارفة اقول لحضرتك ايه ينفع اقولك يا خلتم واجه وهنا مبروكة فاتسانة على نفسها من الدحك والحاجة عيونها بتطلع نار وكأن ليلة جابت كحالها عامتها والحاجة بصت لها وقالت لا يا اختي انا الكل هنا بيقول لي يا حاجة انما انت بقى بالذات هتقول لي يا ستي الحاجة فهمة وقياكي اسمعت تقولي الحاجة من غير كلمة ستي ليلى فهمت ان ايامها في فيلا الاسيوتي كوم وايامها مع الولية الحرباية دي كوم تاني خالص لكن ليلى كانت زكية قوي ولا يمكن معاملة وجيه الكويسة لها خلتها تتطمن ولازم تستحمل علشان خطره ليلى قالت بكل ثقة طبعا طبعا تحت امر حضرتك هي ستي الحاجة وبصت لمبروكة وقالت لها ستي مبروكة هو وجيه جيه ولا لسه وبرضو مبروكة فتصانا على نفسها من الدحك وبصت لها وصعبانا عليها ليلى من اللي ممكن الحاجة تعمله فيها بس مش فاهمين ليه الحاجة بصت لليلى وقالت لها ليلى أولا اسمه وجيه بإيه فهمة ثانيا مبروكة دي ما تعرفش حاجة عن مواعيده أنا هنا اللي أقول إمتى يروح الشغل وإمتى يرجع وإمتى يدخل قطك فهمتي قال لم يحتاج حد يفهمك يا لهوي على تقل دم أمك ليلى بتكلم نفسها بالكلام ده وبتبص المبروكة اللي مش قادرة حتى تفتح بقها وترد عليها ليلى حابة تعرف الحاجة إن وجيه ده يبقى جزها عادي وعادي برضو إنها تسأل عليه خلاص يا ست الحاجة أنا دخل قطي ولما وجيه به ييجي ياريت تعرفين نستنته كتير قوي بس هو تأخر ياريت يصحيني نقعد مع بعض شوية لا يا حبيبتي نامي أنت ووجيه به هيبقى تفق قطي نامي وارتاحي وما تنسيش تخت دوة ضغط بتاعك مش نقصين مصايب على الصبح ليلى دمها محروق ودخلت قضتها ومسكت التليفون واتصلت على وجيه ها أيوة يا وجيه به الحاجة بتعاملني معاملة وحشة قوي دي بتعامل الشغالين أحسن مني بقولك يا ليلى بلاش تحتكي بالحاجة خالص خليكي في قطك ونادي على مبروكة تجيب لك كل طلباتك وعلى فكرة أنا جايب لك شوية هدايا وحاجات تسليكي هتعجبك قوي بس إياكي تعرفي الحاجة أني جبت لك أي هدايا بجد شكرا يا وجيه به متشكرة قوي على زوءك وقفلت ليلى مع وجيه واتصلت على ضحى أختها علشان تطمنها عليهم وحكيت كل اللي حصل من أول ما دخلت فيلا الأسيوتي ضحى وأمها واخوات ليلى كانوا حرفيا عايشين في رعب ومسنين خبر قتل وجيه به لليلى لكن بعد مكالمة ليلى الكل تطمن إلا الأم وضحى بتكلم أمها وبتقول مالك يا ماما معقول لسا مش متطمنة حتى بعد ما ليلى اتصلت وقالت أني وجيه به عارف الحكاية وما عمل لهاش حاجة يا بنتي وجيه به شاب ولما شاف ليلى حلوة قال لي نفسه خلاص أهمرتي وهشي من حلوين لكن أنا متأكدة أنه مش هيعدي لها الموضوع ده على خير أبدا وأكيد سمعت كلام ليلى عن الحاجة ومعاملتها معيها يعني لو عرفت الموضوع مش بعيد تقتلها بإيدها وخصوصا أن الولية مش طيقة ليلى ولا طيقة نفسها والله عندك حق يا ماما مش فاهمت زي الست دي تطلب لابنها وحدها عروسة فيها كل الصفات الوحشة وكمان مش عايزة تعملها كويس هو في أمهات كده علشان كده يا ضحة أنا متأكدة أن الموضوع ده في إمنا وأختك للأسف دخلت في جحر العقرب برجليها وربنا بقى يسطر على الأيام الجاية ضحة كانت خايفة على ليلى وعارفة ومتأكدة أن الموضوع ده مش هيعد بالساهل لكنها مش عاوزة توطر أمها ولا توطر ليلى علشان كده قررت تجمع معلومات عن وجيه به والحاجة وتحاول على قد ما تقدر تفضل على اتصال مع ليلى وفي شركة وجيه به الأسيوتي بيدخل عليه موظف كبير قوي وبقوله واجيبي ممكن أعرف حضرتك تردت الأنسة نجوة ليه البنت منهرة من العياط وعملت تترجوني هاتدخل في الموضوع البنت مش كويسة خالص يا رقفة ومهملة جدا في شغلها أنا بس مش عاوزة أقطع عيشها علشان كده خليها مرمية في أي قسم تاني بعيدة عن مكتبي طيب بعد إذنك هي وقفة معي بره وجاية تعتزل لحضرتك مالوش لزوم يا رقفة بجد مش طيق أشوفها وبره على باب ماتة بوجيه به بتوقف نجوة اللي كانت بتشتغل السكرتيرا الخاصة ليه ولسه مطروضة طازة ويا رتها وقفة مكسورة ولا ندمينة لا دي بتلمع أكر وبتتصنط على وجيه به ولما سمعته بيقول إنه مش عاوز يشوفها مسكت تليفونها واتصلت على حد أكبر من وجيه به قاله أيوة يا حجة البيه طردني واضح إنه شك في حاجة وبقول لي رقفة إنه مش عاوز يشوفني يردكي كده يا حجة هأنا أنا انطرد الطرد الوحشة دي وهنا الحجة قالت لها خلاص يا نجوة خليكي زي ما انتي ثواني بس وبعد ثواني هيوصلك الرد وجوه في مكتب وجيه به برن تليفونه وبرد علشان يلاقي الحجة أيوة يا وجيه هأنا عرفت إنك عندك مشكلة في الشركة فيه إيه أه لا لا أبدا يا حجة انت عرفت إزاي مفيش مشكلة ولا حاجة دي دي البنت البنت اللي اسمها نجوة طردتها أصلها بصراحة مش شايفة شغلها علشان كده بدل مقطع عيشها يعني نقلتها القسم تاني وإن شاء الله هطلب سكرتيرا تانية لا يا وجيه نجوة هتفضل السكرتيرا الخاصة بيك انتهى الكلام وقفلت الحجة في وش وجيه بيه من غير حتى ما تسمع منه رد وللأسف وجيه بيه فتح باب المكتب وقال يلا يا نجوة شوفي شغلك وعرفيني مواعد بكرة وبكده تكون نجوة رجعت شغلها بأمر من الحجة أما نجوة دي بقى بنت حلوة حلوة قوي كمان بس مش مظبوطة بتدلع كتير قوي وللأسف بتنقل أخبار الشغل وأخبار وجيه بيه للحجة وفي وقت فرغها ما بتقعدش سكتة لا دي بترسم على وجيه بيه علشان توقعوا تتجوزوا بس طبعا موضوع الرسم على وجيه بيه ده من ورى الحجة والحجة ما عندهاش علم بيه وإلا كانت هتعمل من كتابها شاورمة وآخر الليل بيخلص وجيه بيه شغله ويرجع الفيلا ويدخل يلاقي لكل نهام والدنيا هادية قوي بيتسحب ويدخل على قوضة ليلة ويفتح الباب ويشوفها وهي أعدم السنياه وأول ما يشوفها يبتسم ليها وهي طيرة من الفرحة وفجأة وبدون مقدمات بيحس بيه بتشده من قفاه وللأسف اللي بيشده من قفاه بيقوله والحد هنا فاركش يا جماعة واستنوني بكرة في حلقة جديدة